مرحبا بكم في قناة تاريخ بلاد أشور كثيرا ما أتفاعل مع التعليقات على الفيديوهات التي أنشرها فأنا أهتم بها وأرد بإيجابية حتى على التعليقات السلبية لأنها تظهر الاهتمام بالمحتوى الذي أنشره كما أن بعض التعليقات تقدم أفكارا للحديث عن مواضيع عدة فقد لاحظوا كثرة التعليقات من مواطنين عراقيين عن أن الأشوريين ليسوا عراقيين بل جاءوا من إيران وتركيا وأيضا إنكار هوية الأشوريين وأن البريطانيين هم من صنعوا هويتهم الوطنية أثارت هذه التعليقات استغرابي فأنا عشت في سوريا فترة طويلة ولم أسمع مثل هكذا التعاءات تستهدف هوية الأشوريين وأصولهم هناك أو في أي بلد آخر يعيش فيه الأشوريين وبعد بحث مطول اكتشفت أن العنصرية ضد الأشوريين متجذرة بين المثقفين العراقيين فهناك الكثير من المقالات والمؤلفات العنصرية التي نشرها مؤرخون عراقيون تستهدف الأشوريين مثل كتاب الآثوريون في العراق الذي ألفه رياض الحيدري عام 1977 وهو أهم المراجع التي يستند إليه مرددوه هذه الادعاءات كما أن الآثاري بهنام أبو الصوف ذكر في لقاء له أن الحكومة العراقية في السبعينات أعطت توجيهات للآثاريين والمؤرخين لدراسة موضوع الأشوريين وأصولهم وهدف ذلك كان إنكار انتماؤهم فالكثير من المثقفين العراقيين يجهلون جغرافيا العراق قبل تأسيس دولة العراق عام 1922 وأيضا يجهلون ظروف تأسيسهم فبداية القرن العشرين كان فترة الإمبراطوريات ولم تكن الدول حديثة بحدودها وتمايز جعوبها وجود وكان العراق حينها تحت الاحتلال العثماني حيث نجد في العديد من الخراءة العثمانية أن أقليم العراق كان يشمل مناطق ممتدة بين البصرة في الجنوب وحتى مدينة تكريد في الشمال أي ولايات البصرة وبغداد العثمانية فقط وهذا يتفق مع ما كتبه الجغرافيون العرب في فترة الدولة العباسية فالعراق كان ينقسم إلى أقليمين أقليم شرقي وهو عراق العجم الذي يشمل مناطق الأهواز وأصفهان وكرمشاه في إيران وأقليم غربي وهو عراق العرب ويمتد بين مدن البصرة وتكريد كما توضح خريطة الجغرافي ابن حوقل الذي عاش في القرن العاشر في بغداد عن أقليم العراق كما كتب المؤرخ محمد الخضر بيك في كتابه الدولة العباسية بين العراق فيه ستة كور وهم الكوفة والبصرة وواسط والمداءن وحلوان وسام الراء وهذا الأقليم كان يسمى قديما أقليم بابل أما شمال أقليم العراق يقع أقليم جزيرة آقور أو آثور أو آشور الذي استوطنت فيه قبائل عربية مثل ربيعة وبكر ومضر كما أن الجغرافي العربي المقدسي البشاري الذي عاش في القرن العاشر في بغداد ذكر في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم أن الأقاليم التي يعيش فيها العرب هي جزيرة العرب ثم العراق ثم آقور أو آثور ثم الشام ثم مصر ثم المغرب بما يوضح بأن أقليم العراق لم يشمل مناطق الموصل وأربيل التي كانت تتبع أقليم آثور أو جزيرة آثور ومن المرجح بأنه في أواخر فترة الدولة العباسية مع انتشار القبائل التركية والكردية شاعد تسمية الجزيرة فقط على هذه المنطقة عوضا عن تسميتها بجزيرة آثور التي كانت تمدد من وادي الفرات ومدينة تكريت حتى جبال أرمينيا والذربيجان وكانت الموصل عاصمة هذا الأقليم ويذكر حنى بطاطو في كتابه العراق في فترة القرن العاشر الميلادي وفي تلك الأيام لم يكن اسم العراق يشير إلى حدود عراق اليوم بل فقط إلى ذلك الجزء منه الذي يقع جنوب الخط الذي يصل بين الأنبار على نهر الفرات وتكريت على دجلة أي أن عراق تلك الأيام باستثناء بغداد والمناطق الواقعة إلى شمالها كان يتطابق مع ما هو اليوم موطن الشيعة وهذا يتفق مع ما ذكره مؤرخون سريان مثل ابن العبري الذي عاش في القرن الثالث عشر وذكر بأن اللغة السريانية الشرقية هي لغة أهل جبال آثور وسواد العراق وذكر المطران أقليمس يوسف داود الموصلي في كتابه اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية بأن اللغة السريانية هي لغة بلاد الشام والجزيرة والعراق وآثور كما أن البطريارك ميخايل كبير وصف أتابق قطب الدين الزنكي الذي توفي عام 1171 بحاكم الموصل وكل آثور فبلاد آشور شكلت ولاية آثورة في فترة حكم الامبراطورية الأخمينية الفارسية بين 550 حتى 330 قبل الميلاد وكان الآشوريين نشيطين في هذه الدولة فيوجد في بيرسبوليس عاصمة الأخمينيين نقش لسبعة قادة آشوريين يقدمون الهدايا للملك كورش الكبير مما يدل على ترحيب الآشوريين به كما استخدم الفرس المعماريين الآشوريين لبناء عاصمتهم بيرسبوليس حيث اكتشف نص مصماري آخميني يذكر نقل 624 عام الآشوري إلى هذه المدينة مما يفسر تشابه الآثار الفارسية في مدينة بيرسبوليس بالآثار الآشورية في نينوة واشترك الآشوريين في جيش ألميرك كسيركس في حملته الشهيرة على اليونان ووصف هيرودوتس بتفصيل أزياء الجنود الآشوريين وفي فترة الامبراطورية البارثية يذكر المؤرخ طاها باقر في كتابه المقدمة بأن مدينة آشور أصبحت مدينة تجارية كبيرة وأعيد بناء معبد الإله آشور فيها وأصبحت آشور إمارة تجارية مستقلة أو دولة مدينة يحكمها ملوك محليين اكتشفت أسماء البعض منهم في نقوش حجرية اكتشفت في المدينة منهم قيب آشور وآشور تاريس وآشور هيدن ورهيات هياي ونابو ديان ومن أشهرهم روث آشور الذي أقام مسلة تصوره وهو يقدم الطاعة لرموز الآلهة الآشورية بشكل مطابق لتقاليد الملوك الآشوريين القدماء لكن دمر الملك الساساني شابور الثاني إمارة آشور في القرن الثالث الميلادي لثورتها مع مدينة الحضار ضده أما في أربيل فقد استقل الملك أبدي إيشار ويعني اسمه خادم الآلهة عشتار عن الامبراطورية السلوقية عام 164 قبل الميلاد وشكل مملكة مستقلة عرفت باسم مملكة حدياب أو ادياب وقد نشرت مسبقا حلقة مطولة عن هذه المملكة يمكنكم العودة إليها في فترة الامبراطورية الساسانية كان ملك أربيل الآشوري يحصل على لقب المرزبان أي حاكم ولاية وقد ذكرت المصادر السريانية أسماء اثنين منهم كانوا يطهدون المسيحيين وهم سنحاريب والد القديسين بهنام وصارة والمرزبان قرداخ الذي اعتنق المسيحية وعدمه الفرس بسبب ذلك فأصبح قديسا عند الآشوريين ويمكنكم مراجعة فيديو الملك مار قرداخ الشهيد للاطلاع على سيرته في فترة احتلال عرب لأشور تشكلت إمارات إسلامية عديدة كان مركزها في الموصل مثل إمارة العقليين والحمدانيين والأتابكة الزنكية وكان عرب الجزيرة موالين للأمويين لذلك قام العباسيين بتخريب مدن الجزيرة خاصة الموصل وقاموا بأهمالها وكانت أوضاع الأشوريين حينها صعبة مع تقلبات الحكم بين العرب والسلاجق الأتراك والمغول والأكراد والفرس كما توضح الكثير من المصادر السريانية فقد نشرت مسبقا حلقة عن الآشوريين في المصادر السريانية يمكنكم العودة إليها عاش الآشوريين في استقلالية محدودة في أقاليمهم فيذكر المؤرخ ملك جيورغيه الصية في كتابه ملوك تياري السفلة أسماء ملوك وحكام محليين آشوريين عديدين مثل الملك شاليطة الذي عاصر هجوم تيمور لانك الدموي الذي ارتكب إبادة جماعية بحق الأشوريين حتى أن بعض المصادر تذكر بأنه لم يبقى أحد على قيد الحياة في أربيل والموصل والجزيرة وذكر في هذا الكتاب أسماء ملوك حكموا في نهاية القنة الثامن عشر وهم ملك زادق الذي كان يحكم منطقة جيلو والملك نينوايا الذي كان يحكم في أربيل وصراعهم مع المستوطنين الأكراد القادمين من جبال زغروس بعد معركة جالديران حيث أطلق عثمانيون اسم كردستان على قسم كبير من بلاد آشور وتحولت حياة الآشوريين بسبب القبال الكردية العدوانية إلى جحيم لا يطاق فبعد أن قتل الأكراد الملك نينوايا في أربيل عام 1762 التجأ قسم كبير من الآشوريين إلى جبال آشور أو آثور كما كانت تعرف فحاصر الأكراد آشوري الجبال من كافة الاتجاهات لكن تمكن ملوك آشوري جبال من صد هجومه وكانوا حينها ملك زادق ملك جيلو وكنو ملك تياري العليا وبرخو ملك تيار السفلة ويونان ملك باز وشكيرا ملك تخومة وشابو ملك قاور وعندما سمع ملك زادق خبر قتل الأكراد لآلاف الآشوريين في مناطق أربيل ونينوا اتجه نحوه مع قواته لكنه قتل على يد حسن بيك الكردي وفي عام 1820 يذكر بأن بهرانا ملك منطقة ديانا استقبل آلاف اللاجئين الأشوريين الذين طردهم الأكراد من مناطق نينوا وأربيل وبين أعوام 1826 حتى 1846 قتل الأغوات الأكراد مثل محمد الرواندوزي وبدرخان ونورالا عشرات الآلاف الأشوريين في مناطق أربيل ونينوا وهكاري وبوتان وطور عبدين وفي كتاب أشوريو منطقة وان للمؤرخ الروسي لليان الذي نشره عام 1909 يذكر بتفاصيل مهمة جمعها من السكان الأشوريين عن ملوك الأقاليم الأشورية وصراعهم المصيري مع الأكراد سأضع رابط لهذا الكتيب في قسم الوصف في هذه الفترة نشطت البعثات التبشيرية الكاثوليكية التي استغلت أوضاع الأشوريين البائسة لضمهم إلى الكنيسة الكاثوليكية لضمان حمايتهم ومساعدتهم من قبل الأوروبيين وبعثات اليسوعيين فقد كان الأشوريين منقسمين إلى تواقف النصاطرة وليعاقبة منذ القانو الخامس الميلادي لكن نجح المبشرين في كثكة جميع النصاطرة في أربيل ونينوى ونصيبين وماردين وأورمي وديار بكر وسوريا كذلك قسم من نصاطرة أبرشية مالبار في الهند وفي عام 1830 أسس النصاطرة الكاثوليك كنيسة بابل للكلدان فقد كانت المصادر اللاتينية تصف بطاركة هذه الكنيسة ببطاريارك الموصل وكل آثور وأيضا بطاريارك الآشوريين وبطاريارك الآشوريين الشرقيين لكن لم تكن هذه الكنيسة كنيسة وطنية للآشوريين فقط بل شملت أبرشيات في الهند وسوريا وقبرص كما كان لكنيسة المشرق قبل مذابح تيمور لنك أبرشيات كبيرة في إيران وأفغانستان وبين الأقوام التركية في أواسط آسيا وأيضا في الصين لذلك تم استخدام أحد الألقاب التي أطلقها الرومان على كنيسة المشرق قديما وهي الكنيسة البابلية لتواجد مقر الكنيسة في مدينة قاطسفون عاصمة أقليم بابل وكانت كنيسة كوخي التي أسسها الرسول ماء رداي في هذه المدينة مقرا لبطاركة الكنيسة لقرون قبل نقلها إلى بغداد على أثر خراب المدينة على يد العرب وبسبب ذكر بابل في الكتاب المقدس بأنها مدينة الكلدان سمت كنيسة رومو هذه الكنيسة بكنيسة بابل للكلدان فأصبحت تسمية الكلدان بديلة لتسمية النساطرة التي اعتبرها الرومان هرطغة مسيحية فكل آشوري مصطوري كان يعتنق المذهب الكاثوليكي كان يلقب على الفور بالكلداني كهوية جديدة بعيدا عن النسطورية التي نجح المبشرون في أحراق وتدمير أغلب مخطوطاتها وتراثها الأدبي والديني ولم يقصد بهذه التسمية بأنهم يعود أصولهم إلى بابل والكلدان القدماء كما أكد الكثير من مطارنة وبطاركة هذه الكنيسة في لقاءات مسجلة ومكتوبة كما اعتنق قسم كبير من الآشوريين العاقبة في نينو وماردين وسوريا المذهب الكاثوليكي وهكذا انقسم الآشوريين مذهبيا إلى نصاطر وكلدان وسريان يعاقبة وسريان كاثوليك لكنهم جميعا يسمون أنفسهم سوراي أي الآشوريين ويتحدثون لغة السوري أي الآشورية ويسمون وطنهم آثور أما أصل تسمية سوراي فتعود إلى آثورة الفارسية ففي اللغة الآشورية لا وجود لحرف الثاء لذلك بسطت تسمية آثوراي في العامية إلى سوراي ولغة آثورث إلى سورت كانت الفترة بين نهاية القرنة التاسع عشر وبداية القرنة العشرين فترة اليقظة القومية للشعوب الخاضعة للامبراطورية العثمانية بتأثير من البعثات التبشيرية والدبلوماسية الأوروبية فقد عاشت هذه الشعوب لقرون في ظل امبراطوريات متعاقبة وكانت الانتماءات الدينية والطائفية والعشارية تغلب على الانتماءات الوطنية الغائبة ومن هذه الشعوب الأرمن والأكراد والآشوريين والعرب فقد كانت اليقظة القومية العربية تنشط بتشجيع من فرنسا وبريطانيا لضحاف الامبراطورية العثمانية من الداخل ففي عام 1840 وصل الرحالة الأمريكي كرانيليوس فانديك إلى بيروت والذي تزوج من ابنة قنصر بريطانيا في بيروت وسرعان ما تعلم العربية وفتح مدارس وصحف عربية في بيروت وتعاون مع العديد من المسيحيين هناك مثل بطرس البستاني وناصيف اليازجي وأبنه إبراهيم اليازجي وغيرهم الكثير للترويج للعروبة بين المسيحيين والمسلمين في لبنان وسوريا ومصر خاصة بعد المذابح التي تعرض لها المسيحيين في دمشق ولبنان عام 1860 من قبل جوارهم غير الجار حيث أدرك المسيحيين أن العروبة يمكن أن تجمع بينهم وبين جوارهم المتحدث بالعربية لذلك كان مسيحيي سوريا من أكثر المتحمسين لترويج القومية العربية وتأسيس المدارس والصحف والأحزاب العربية وفي عام 1911 تأسست الجمعية العربية الفتاة في باريس التي مهدت للمؤتمر العربي في باريس عام 1913 وأسهمت لانطلاق الثورة العربية في الحجاز عام 1916 التي كانت بدعم تسليح بريطاني وقادها الضابط البريطاني توماس لورانس الملقب بلورانس العرب وقبل ذلك لم يكن للانتماء القومي العربي وجود يذكر فقد عاش العرب لقرون تحت سيطرة الأتراك والأيوبيين والمماليك وكانت الانتماءات الطافية والعشائرية سائدة واللغة العربية كانت شبه منقرضة في دول المغرب والقانون الأفريقي حيث يشكل العرب أقلية وفي سوريا ومصر التي يشكل فيها المستعربون الأغلبية ظهرت فيها حركات وطنية قوية نجحت الانظمة العربية العسكرية في القضاء عليها بصعوبة إن تشجيع بريطانيا وفرنسا لليقظة القومية العربية لا تعني بأنهم قاموا باختراع قومية جديدة بين العرب والمستعربين في الدول ناطقة بالعربية أو إن بعض العرب لا يعود أصولهم إلى العرب القيداريين والثموديين واليمنيين القدماء كذلك الأمر بالنسبة للآشوريين فالبعثات الأمريكية والبريطانية ساعدت الآشوريين على تدوين لغتهم ونشرت المدارس والصحف والمستشفيات لهم وساهمت في يقظة ما عرف في أورمي بملة سوريتا أي الأمة الآشورية بعد قرون من الفقر والعزلة والتخلف بعد غزوات المغول والأتراك السلاجقة ومجازر تايمورلن فقد كان القوميين الآشوريين من مختلف الطوائف مثل بنيامين إرسانس وبابا برهد وأشور يوسف ونعوم فاق وفريدون أطورايا وغيرهم الكثير مساهمين في اليقظة القومية الآشورية بصحفهم ومدارسهم ونشاطهم الأدبي والاجتماعي والسياسي ولم يخترعوا قومية جديدة وفي حلقة الآشوريين في إيران تحدثت بشكل مطول عن بدايات اليقظة القومية الآشورية التي بدأت في منطقة أورمي ويمكنكم الاطلاع عليها تعرض الآشوريين مع اندلاع الحرب العالمية بين العثمانيين والروس عام 1914 إلى إبادة جماعية في ولايات وان وديار بكر وأقليم أورمي في إيران باستثناء ولاية الموصل التي كانت سكان العرب هناك يرفضون الاشتراك في قتل المسيحيين على عكس الأكراد في ولايات وان وديار بكر الذين كانوا رأس الحرب في هذه الإبادة حتى أنهم كانوا يقومون بقتل المسيحيين الآشوريين والأرمن بشكل مستقل عن إدارة الأتراك بأوامر من مشايخهم واضطر الناجين من مناطق نصيبين ومديات وماردين وديار بكر إلى اللجوء إلى سوريا ولبنان أما الناجين من مناطق وان وهكاري وأورمي قادهم الإنجليز من إيران إلى العراق عام 1918 من الجدير بالذكر بأن أشوريي هكاري وأورمي توجهوا نحو الانتداب الإنجليزي في العراق وليس دولة العراق التي لم تتأسس حتى عام 1922 لذلك استقروا في البدء في مخيم البعقوبة قرب بغداد بسبب كون الموصل ما زالت تحت سيطرة الأتراك فقد كان للإنجليز نظامين لحكم المستعمرات الأول هو كولوني أي المستعمرة الدائمة مثل مستعمراتهم في الهند وأستراليا أما النظام الثاني فهو مانديت أي الانتداب أو التفويد وهو النظام حكم مؤقت يحكم فيه الإنجليز بتفويد من عسبة الأمم مناطق جغرافية عديمة النظام حلت فيها الفوضى على أثر انهيار الحكم العثماني فقد كانت الامبراطورية العثمانية حليفة للامبراطورية الألمانية في الحرب العالمية الأولى والتي قامت بتمويل خط سكة حديد يربط اسطنبول بميناء البصرة بدأ العمل فيه عام 1911 وهو ما شكل تهديدا لمصالح الإنجليز في الطريق البحري للهند وأيضا أبار النفط في إيران لذلك احتل الإنجليز ولاية البصرة عام 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى وأكملوا احتلالهم للعراق عام 1917 مع احتلال بغداد وكما تشير اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا لتقاسم الولايات العثمانية فأن العراق الذي كان تحت إدارة الانتداب البريطاني كان يقصد به مناطق البصرة وبغداد فقط أما الموصل كانت منطقة مستقلة وكانت تحت الإدارة الفرنسية التي أرادت حماية المسيحيين الكاثوليك فيها لكن لم يستطع الإنجليز طرد الأتراك من الموصل كون السكان الأكراد والتركمان فيها ما زالوا موالين للعثمانيين كما أن فرنسا لم تكمل احتلالها لسوريا بعد ولم تملك الامكانيات في ذلك الوقت للزحف نحو الموصل لطرد الأتراك لكن الحال اختلف مع وصول الناجين الأشوريين من هكاري وأورمي إلى الانتداب الإنجليزي في العراق حيث شكل الأشوريين قوات ساعدة الإنجليز في طرد الأتراك من الموصل وأربيل وفي عام 1920 شكل الجنرال الأشوري أغا بطرس إيلية قوات أشورية هدفها تحرير مناطق أورمي وهكاري وضمها للموصل لتشكيل وطن أشوري مستقل فيها لكن فشلت هذه الحملة في تحقيق أهدافها فقد تدخل الإنجليز في تبديل موعد انطلاق الحملة في الصيف إلى الشتاء لانشغالهم في إخماد ثورة قام بها الشيعة في الجنوب حيث أبطأت الأمطار والثلوج حملتهم كما أن الإنجليز لم يكونوا جادين في مساعدة الأشوريين في تحرير هكاري وأورمي لعدم وجود منفع اقتصادية لهم فيها بل أرادوا من هذه الحملة بسط الأمن في الموصل والشمال على أثر ثورة الأكراد فيها لذلك قاموا بزرع الفتن والشقاق بين القادة الأشوريين لإجبارهم على العودة إلى الموصل والغاء الحملة وتسليم سلاحهم في عام 1921 شجع الإنجليز آشوري هكاري للانضمام لقوات الليفي العراقية التي كان عرب الجنوب يشكلون أساسها منذ عام 1915 وانضم إلى هذه القوات أكراد وأتركمان أيضا حيث انضم آشوريي هكاري بكثافة إلى هذه القوات لسوء أوضاعهم المادية وضبابية مستقبلهم في دولة الانتداب البريطاني وعمل الآشوريين على حماية الحدود الشمالية من التواغلات التركية وأيضا حفظ الأمن في مناطق الموصل وأربيل وكاركوب وكذلك حماية القواعد الجوية البريطانية وأبار النفض في الموصل والإنبار واشتركت هذه القوات في الحرب العالمية الثانية في ألبانيا واليونان ضد القوات النازية واستمر وجود قوات الليفي الأشورية حتى تم حلها عام 1952 في عام 1922 قرر الإنجليز ضم مناطق الموصل وأربيل والسليمانية إلى أقليم العراق وقاموا بجلب فيصل ابن الشريف حسين الذي طرده الفرنسيون من سوريا وعينوه ملكا على دولة العراق ما أثار استياء الثوريين الشيعة في الجنوب الذين أثاروا ضد الإنجليز عام 1920 حيث كتب الشاعر أحمد الصافي يا لها من ثورة فاشلة نحن قمنا بالزراعة وغيرنا قام بالحصاد فقد قام الإنجليز بجلب أشخاص في الدولة الذين كان لهم نفوذ في فترة الاحتلال عثماني بما يعارض مطالب الثوار العرب في الجنوب كما اعتبر الأشوريين ذلك خيانا لهم ولحلمهم في تأسيس دولة مستقلة على أرض أجدادهم فلم تكن الموصل يوما جزءا من العراق ولم يعتبرها العرب أنفسهم منطقة من مناطق العراق بل كانت جزءا من أقليم آثور وكان الكثير من آشوريي هاكاري أقرباء في نينوى وأربيل والعكس الصحيح فلم يكن هناك حدود تفصل بين الأقاليم الآشورية وقام الآشوريين بتضحيات كبيرة لطرد الأتراك منها وضمان الأمن فيها ولولا جهود الآشوريين لكانت مناطق الموصل وأربيل والسليمانية وكاركوك جزءا من الدولة التركية التي أسسها مصطفى كمال أتاتوك الذي كان يطمع بضم شمال سوريا أيضا لكن قام الفرنسيين بصده ولم ينجح إلا في احتلال لواء الإسكندرون ومع خيبة الأمل الكبيرة للآشوريين قرر قسم منهم الاستقرار في هذه الدولة الجديدة والتسليم بالأمر الواقع وقرر قسم آخر الاعتراض على ضم الموصل إلى دولة العراق والاستمرار في المطالبة بدولة مستقلة أو حكم ذاتي خاص بالآشوريين كتعويض لخسائرهم الفاتحة في الإبادة الجماعية الآشورية ورحلة النزوح إلى العراق وجهودهم في تحرير الموصل من الأتراك وحقهم في تقرير مصيرهم على أرض أجدادهم على الرغم من أن هذه المطالب أصبحت مستحيلة التحقيق فقد قدم القادة الآشوريين شكاوى عدة لعصبة الأمم لتسوية قضيتهم لكن عملت بريطانيا على عرقلة جهود لجان عصبة الأمم في العراق وفي عام 1932 قامت بريطانيا بإلغاء الانتداب البريطاني في العراق واعتبار العراق دولة مستقلة اعترفت بها عصبة الأمم تفاقمت المشكلات بين الآشوريين والحكومة العراقية التي لم تكن مستعدة لحل المسألة الآشورية كما كانت توصي عصبة الأمم بتوطينهم جماعيا في منطقة واحدة في شمال العراق كما كانت الصحافة العراقية تنشر مقالات معادية للآشوريين وكانت هجمات الأكراد والعرب المحليين ضد المدنيين الآشوريين تتخذ طابعا منظما لإثارة الرعب بينهم عن طريق السرقة والقتل كما أرسل الجيش العراقي قوات عسكرية بقيادة بكر صدقي إلى منطقة دهوك لإرهاب الآشوريين وطلبوا منهم تسليم أي قطعة سلاح يملكونها لكنهم لم يقوموا بطلب مماثل من العرب والأكراد واقترحت الحكومة العراقية على أشوريي هكاري قبول خطط إسكانهم بشكل متفرق في منطقة دجتازي وغيرها من المناطق ومن لن يقبل عليه مغادرة العراق كان أشوريي جيلو وتياري العليا أول من قام بمغادرة العراق باتجاه سوريا التي كانت تحت الإدارة الفرنسية ثم لحقهم قسم من أشوريي هكاري وكان عددهم عشرون ألفا لكن قامت الحكومة العراقية بغلاق الحدود مع سوريا خوفا من اتخاذ الأشوريين منها قاعدة للاعتداء على العراق على الرغم من أنهم كانوا يقومون بتسليم أسلحتهم للفرنسيين قبل دخول سوريا وعند عودتهم نحو العراق أطلقت القوات العراقية عليهم النار في منطقة ديربون وقتل العشرات من الطرفين بعد دفاع الأشوريين عن أنفسهم بشراسة مما أثار جنون قائد الجيش حيناء المدعو بكر صدقي الذي اتجه بقواته صوب القرى والبلدات الأشورية وقام بعمليات أعدام ميدانية وحشية لألاف الأشوريين في مناطق دهوك وزاخو وشيخان وقام بتجميع الألاف في مدينة سيميل وقام بأعدامهم جماعيا هناك فيما عرف بمذبحة سيميل في سبعة آب 1933 التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف شخص التي تعتبر أول مذبحة جماعية في تاريخ دولة العراق وتلاها الكثير من المذابع التي اقترفتها الحكومات العراقية المتعاقبة والميليشيات الإجرامية ضد الأكراد والعرب السنة والشيعة واليزيديين وفي 18 أيلول 1933 شكلت عصبة الأمم لجنة للتحقيق في جرائم التي لحقت بالأشوريين وأقامت مخيمات للناجين وقامت هذه اللجنة بالتنسيق مع فرنسا لنقل قسم منهم إلى سوريا كانت القضية الأشورية في العراق واحدة من قضايا كثيرة واجهت الحكومة العراقية الفتية منها مشكلة ثورات الأكراد الانفصالية وثورات الشيعة في الجنوب ومحاولات أتاتورك لضم شمال العراق إلى تركيا وأيضا محاولات رضا شاه بهلوي لضم جنوب العراق إلى إيران بعد ضم الأهوات لكن كان من الممكن حل هذه القضية بشكل سلمي وعقلاني لو لا وجود قادة عنصريين ومتطرفين مثل حكومة رشيد علي الكيلاني وقائد الجيش بكر صدقي وغيرهم وأيضا لو أدرك القادة الأشوريين استحالة تحقيق مطالبهم في ظل عدم اكتراث بريطانيا وفرنسا بهم فقد تعمدت الحكومة العراقية استخدام الوحشية المفرطة ضد الأشوريين المدنيين لتحقيق نصر مزيف لتعزيز هيبة الجيش والدولة ولا نبالغ إذا قلنا أنه لو لا بريطانيا لما كان للعراق وجود فهي التي وحدت الولايات العثمانية بغداد والبصرة والموصل وجلبت فيصل من سوريا وعينته ملكا على هذه الدولة ووقفت في وجه أتاتورك الذي أراد ضم شمال العراق وشاه إيران الذي أراد ضم جنوبي لكن لسخرية القدر اتهم القادة العراقيون آشوريون منطقة هكاري بالتعاون مع الإنجليز ضد العراق وأن انتماهم القومي صنعوا الإنجليز تفاعل الآشوريين في المجتمع العراقي بعد مذبحة سيميل ففي عام 1958 وصل إلى الحكم الضابط عبدالكريم قاسم الذي كان أكثر تسامحا وانفتاحا مع الأقليات من الحكومة الملكية سابقا وانضم الكثير من الآشوريين إلى الأحزاب الشيوعية والكردية في شمال العراق وأسسوا أندية رياضية وثقافية واجتماعية عديدة وفي عام 1972 اعترفت الحكومة العراقية باللغة السريانية وهي اللغة الليتروجية للآشوريين وأصبحت تدرس في جامعة بغداد وفي القرى ذات الأغلبية الآشورية وتم تقديم برامج إذاعية باللغة الآشورية في إذاعة وتلفزيون العراق شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا اشتراك في قناة تاريخ بلاد آشور لمتابعة كل جديد شكرا لكم على المشاهدة